أزيد من خمسة ملايين ونصف مليون ناخب مدعوون للتصويت في أول انتخابات تجري في زيمبابوي دون مشاركة الرئيس السابق روبرت موغابي المستقيل من الرئاسة قبل ثمانية أشهر تحت ضغط الجيش سيختار ناخبون في زيمبابوي بين ثلاثة وعشرين مترشحة أبرزهم الرئيس الحالي إميرسون مانغون ورئيس الحزب الرئيسي للمعارضة نيلسون شاميسا إلى جانب الانتخابات الرئاسية تخوض زيمبابوي بالتزامن مع ذلك انتخابات تشريعية وبلدية هي الأولى لها بعد التنحي مقابع عن السلطة تتشابه البرامج الانتخابية للمتسابقين في الانتخابات الزيمبابوية يشكل تحريك عجلة الاقتصاد وجلب الاستثمارات الخارجية والحد من البطالة والنهوض بالقطاع الزراعي أبرز الوعود التي يعد كل مرشح سكان البلاد بتحقيقها في حال تخب يبدو مرشح عزب الاتحاد الوطني الافريقي زيمبابوي الحاكم في البلاد منذ استقلالها عن المستعمر البريطاني عام ثمانية وتسعين تسعمائة والف الأوفر حظوظا وفق استطلاع للرأي أجري قبل أيام حيث منحه نسبة أربعين في المئة من أصوات الناخبين بفارق ثلاث نقاط عن مرشح حزب حركة التغيير الديمقراطية المعارض وتراقب الانتخابات للمرة الأولى منذ ستة عشر عاما من طرف المراقبين الدوليين حيث يتجاوز عددهم ستمائة مراقب يمثلون كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الكومنغيث إضافة إلى أزيد من خمسة آلاف وخمسمائة مراقب وطني ويعبر المترشحون لرئاسة في زمبابوي عن سعيهم إلى فتح صفحة جديدة عنوانها الأبرز الديمقراطية وإنعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويأمل منافس مرشح الحزب الحاكم أن يكون الاقتراع شفافا وأن يتمكنوا من الوصول إلى سدة الحكم ويعتبرون انتخاب إيميرسون منانغوع استمرارا لحكم رئيس السابق روبرت موغابي ونهجا للسياساته اشتركوا في القناة